تحية حب وتقدير للجامعة سنتكلم لكم اليوم في حضير راسك على الغش في زيت الزيتون هذا هو الموسم ديالها وكين إقبال كبير وكين الناس لزيت الزيتون ضروري خلصت تكون في الدار على طول العام فكتبشي وكتشري وزيت الزيتون هذا العام ستجدها غالية وبالتالي سيأتي وحدين ليعرضوا عليكم زيت الزيتون بواحد ثمان رخيص وغيرا بغيت نقول لكم راكي نغش كثير في زيت الزيتون وبطرق مختلفة أول وسيلة هو استعمال المواد الكيموية يلي كيعيطوا لها الكينة اللي كتجي من على برة وكيخلطوها بزيت المائدة وشوية ديالزيت الزيتون الحقيقية وكتعطيهم كمية كبيرة ديالزيت اللي كتبان أنها زيت زيتون وبالريحة ديالزيت العود ولكن هي ماشي زيت زيتون حقيقية كتديوها لديوركم كتبقى عندكم واحد لمدة وكتكحال بالإضافة لذلك كتضركم في الصحة ديالكم الوسيلة الثانية هو أنهم كيبيعوا لكم بدوات ديالزيت الزيتون اللي مخلوطة بالماء كيكل تحت ربعة يطرو ديال الماء وفوق منها يطرو ولا أقل ديالزيت الزيتون كيمكن لكم تضوقوا كيمكن لكم تدير صبعكو كيمكن تدير كل شيء وكتلقاها زيت زيتون حقيقية ولكن تركشاري الماء مع زيت زيتون حضيوا راسكم من هاد القضية كيعملوا وسيلة أخرى وأنهم كياخذوا الجعبة ديال هذيك الكينة اللي كنشرين من الفرماسيان شي كينة اللي كتكون كتدوب في الماء كيعملوها في الفم ديال البيضو اللي غديبيعوا لكم فيه زيت زيتون وكيعمرو هير هذيك بزيت الزيتون ولكن كلها ما من التحت حضيوا راسكم من هاد الحيال إنما الحاجة اللي كتستعمل بشكل كبير هي القضية اللي قلت لكم ديال الكينة وهي قضية أخرى شي وحدين كيمشيوا يدخلوا على الأحواض ديال المرجان متون كتعرفوا اليوم المعصرات فرضات عليهم الدولة أنهم البنيوا أحواض اللي فيها يدخوا المرجان المرجان هو هذيك البقايا ديالزيتون وغيره لما كيتطحنوا وكيخرج منه الزيت فكيجمع في هذيك الحوض كيجيوا وحدين كيشريوا هذيك الحوض ديال المرجان من عند مول المعصرة وكيبدوا خدامين به شنه هي هذه الخدمة؟ كيحاولوا يخليوا هذيك القير ينزل لتحت المرجان ينزل لتحت وكياخدوا الزيت من الفوق واللي هي طبعا زيت ماشي صحية لأنها تعرضات للشمس والبرد والغبرة وغيرها كياخدوها وكيديوها وكيخلطوها مع زيت المائدة وكيصفيوها بالطرق ديالهم وكيعملوا لها مواد باش ترجع خضرة وتباليكم راه زيت زيتون حقيقية وكيبقوها ويبيعوها لكم وبثمان كيباليكم منطقي غادي تلقاوها معروضة بخمسين درهم الليترو بربعين درهم بخمسة وربعين درهم نقول لكم راه هذيك ماشي زيت بلدية علاش؟ لأنه هذي العام الانتاج ضعيف على ود ما كان شيشتا فالقنطار ديال الزيتون ما كيعطي شي نفس الكمية ديال الزيت هذي منجيها بالإضافة للغالاء شحال هذي؟ المعصرات كانوا كيشريوا الزيتون بثلاثة درهم ونص بربعات درهم بخمسة درهم بخمسة ونص إلا كان الحال غالي أما اليوم راه الزيتون عامل حداشر درهم عشرات درهم حداشر درهم ونص باش كيوصل للمعصرها أضيف الثامن دياله الغالي بحال قلت أن الكمية اللي كيخرج من الزيتون ضعيفة القنطار شحال هذي كان كيعطي من العشرين حتى الخمسة وعشرين إطرو ديال الزيت اليوم إلا وصلك العشر إطرو للتناشر إطرو راك عملتي إنجاز كبير وبعملية حسابية كيولي الليتر ديال الزيت الزيتون الحقيقية كيخصها توصل لكم بالثامن ديال خمسة وسبعين درهم وكينا بعض المناطق زيت الزيتون وواصلة حتى الواحد وثمانين درهم للليتر الواحد داكشي علاش أردوبة لكم مرخال كبير وما تشريو شاي من عند البيع والشرين اللي كيدووزو في الدروبة والحومات وسيوي طق ل Sunshine المكبر ديال الزيتون إنهم كيبيعوا زيت بلدية حقيقية وما تشريو شاي من الأسواق العشوائية وما تشريو شاي من مالين طنوبلات اللي هتلقوا في جنابات الطرنات ولكنتم صافروا في المناطق اللي فيها إنتاج ديال زيت الزيتون لا تشريو شاي من الباعة ديال الطرنات راكم غادي تشريو زيت مزهورة وياريت تجيع الفلوس غاتمشي لكم صحتكم حضيوا رأسكم